مع بدء تنفيذ قرار الحكومة بإغلاق صلاة المطاعم والمقاهي زاد حجم الطلبات التي يتلقاها العاملون مع شركات التوصيل بشكل كبير مقارنة عما كانت عليه خلال الأيام الماضية وفقا لمقدمي هذه الخدمة نحن نوصل 5 إلى 10 طلبات مع قانون الحكومة الجديدة سنساكروا الصلاة ونوصل 25 إلى 20 طلب وفي العطل جمعة وسبت سنزيد علينا الطلب أكيد لأننا نوصل لطلبات خاصة وشركات خاصة صلاة المطاعم سكرت ازداد شغل الدليفري علينا وصارت ضغط كثير علينا على شركة توصيل الدليفري اعتماد المطاعم على خدمة التوصيل لم يفي بالمطلوب فالخسائر المتوقع لهذه المنشآت كبيرة ويضعها أمام خيارين أحلاه ما مر إما بيع المنشآة أو إغلاقها اليوم بدأنا بتطبيق قرار الحكومة اللي هو إغلاق صلاة المطاعم ونعتمد بس على خدمة التوصيل أو المناولة صراحة القرار رح سيسبه لنا أكيد خسائر كبيرة لأنه ما رح يعوضنا عن أنه زبون يجي ويقعد يطلب أكل وياكل جوه المحل فهيك أصلا خسارة بالنسبة للمطعم لأنه برضو أغلب التطبيقات عم تاخد نسبة من الأوردر وبرضو الزبون رح يدفع زيادة اللي هو مبلغ التوصيل فرح يكون خسائر أكيد بالنسبة لنا اليوم بدأ الاختبار الحقيقي لمدى صمود المطاعم والمقاهي أمام إغلاق جديد لمدة أسبوعين فيما أصحاب هذه المنشآت يعلقون آملهم على قرار حكومي يلقي سابقه خدمة التوصيل من المطاعم قد تساعدها في تعويض بعض الخسائر الكبيرة المتوقعة لكن المقاهي التي أغلقت أبوابها تماما تقف اليوم أمام خيارات صعبة تهدد استمراريتها والأيد العاملة فيها رداد القرار للمملكة عمان